الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد في هذه الحلقة نرد على المدعو دكتور عدنان إبراهيم في طعنه في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وقد قال إن الصحابة منهم مرتدون ومنهم لعين والدين في مقاطع كثيرة وستدل بأن الصحابة قد ارتدوا أو بعضهم قد ارتدوا بحديث البخاري ومسلم والحديث صحيح إلا أن فهم عدنان إبراهيم فهم بليد إلى أبعد درجة من البلادة نقرأ الحديث ثم نبين فهم السقيم البليد من داخل الحديث حديث أنس وجاء بروايات كثيرة عن كثير من الصحابة ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليردن علي الحوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي اختل جودوني فلا أقولن أي ربي أصيحابي أصيحابي وفي رواية وهي التي أتى بها المدعو عدنان أصحابي أصحابي فليقالن لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك وفي رواية لقد غيروا وبدلوا فأقول سحقا سحقا لمن غير وبدل بعدي إلى آخرها من الروايات قال الدكتور عدنان إبراهيم هذا الحديث قال يدل على أن هناك صحابة مرتدين صحابة مرتدين لاحظ هذه الكلمة صحابة مرتدين هم صحابة وهم مرتدين ثم قرأ كلاما للشيعة وهذا من أعظم الأدلة على أن هذا العدنان شيعي رافضي مجرم ولو أبى ذلك قرأ كلاما للشيعة قال هذا الحديث هو في معاوية وأصحابي ممن قاتل الإمام الأعظم فهذا هو كلام الشيعة الرافضة طيب نرجع للحديث ثم نرد أولا هذا الحديث وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام قال رجال ممن صاحبني في رواية وقال أصحابي أصحابي في رواية إلى غيرها فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب ولا يعلم ما يغيب عنه إلا ما حدثه الله به بواسطة الوحي والدليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب قوله تعالى وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَةِ لَاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَنِيَ السُّوءِ والدليل من السنة لما فقدت عائشة رضي الله عنها وأرضاها عقدها في قصة الإفك التي عند البخاري في الصحيح لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لعقد ولا عائشة ولا أحد من الصحابة فهذا دليل ثاني على أنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب وأيضا في صحيح البخاري قالت عائشة رضي الله عنها من حدثك أن محمد يعلم الغيب فقد كذب لأنه يقول لا يعلم الغيب إلا الله من الذي يقول؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصحيح أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم أحد متى يأتي المطر إلا الله إلى آخر الهديث فإذا علمنا هذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذه الرواية ليردن علي الحوض رجال ممن صاحبني في هذه الرواية يثبت أن هؤلاء الذين أتوا صاحبوه صاحبوه فعلا ولكن في نهاية الحديث قالوا له إنك لا تدري ما أحدث بعدك فقال سحقا سحقا وفي رواية ثالثة قالوا لقد ارتدوا على أدبارهم القهقرة ارتدوا قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وأما أصيحابي فوقع في الروايات مصغرا مكررا وفي بعض النسخ أصحاب أصحاب مكبرا مكررا قال القاضي هذا دليل لصحة تأويل من تأول أنهم أهل الردة ولهذا قال فيهم سحقا سحقا ولا يقول ذلك في مذنبي الأمة بل يشفع لهم ويهتم لأمرهم قال ده دليل لصحة من تأول لصحة تأويل من تأول أنهم أهل ماذا أهل الردة أهل الردة يعني نعم هم آمنوا وصحبوا النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن مات ثم ارتدوا فهذه الحديث كلها في من ارتد ومن ارتد لا يسمى صحابيا لأن تعريف الصحابي عند العلماء من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ومات على ذلك وهذا أصح تعريف عند أهل العلم وأدق تعريف للصحابي من لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك فمن لقيه وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ومات النبي عليه الصلاة والسلام ثم ارتد هذا الرجل لا يسمى صحابيا ولذلك في هذه الرواية ما يدل على صحة كلام العلماء ماذا قالوا قالت الرواية ليردن علي الحوض رجال ممن صحبني صحبه فعلا ولكن هل مات على ذلك أم لم يمت لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ولذلك قال ممن صحبني ويرد على هذه الرواية على هذه الشبهة أيضا للرواية الثانية قال أصيحابي أو في هذه الرواية في نهايتها قال أصيحابي أصيحابي بالتصغير بالتصغير ولذلك قال القاضي عياب هذا دليل أصيحابي أصيحابي دليل لصحة تأويل من تأول أنهم أهل الردة ولذلك صغرهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال أصيحابي أصيحابي أما رواية أصيحابي أصيحابي فهو لا يعلم الغيب ظن أنهم ماتوا على الإيمان فقالت له الملائكة إنك لا تدري انظر إلى هذا الوضوح العجيب في الحديث قالوا له إنك لا تدري ما أحدث بعدك وقالوا له إنهم ارتدوا على أدبارهم فصدق النبي عليه الصلاة والسلام كلام الملائكة فقال سحقا 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 وهذا لا يقوله لأصحابه بل لا يقوله لأدنى رجل من أمته فضلا على أن يكون من أصحابه لأن النبي عليه الصلاة والسلام له الشفاعة وقال إنما شفاعتي لأصحاب الكبائر من أمتي فلو لم يكون من أهل الردة ومن أهل الكفر هؤلاء الذين ذكروا في هذه الحديث لما قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام سحقا سحقا ولقال سأشفع لهم فلما قال سحقا سحقا إذا لا شفاعة لهم والذين هم لا شفاعة لهم هم الكفار ولذلك قال العلماء هذه الحديث في من ارتد وكفر بالله وهذا لا يسمى صحابيا فكيف يقول عدنان إبراهيم المجرم الملحد أن هؤلاء الصحابة ارتدوا فإذا ارتدوا لا يقال عنهم صحابة لأن الصحابي من لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك فمن لم يمت على ذلك يعني على الإيمان فليس بصحابي على الحقيقة ثم قال العلماء أيضا قال النووي رحمه الله تعالى تحت الحديث رقم اثنين ألف ومثتين وتسعين قال لأن ظاهر هذا الحديث أن جميع الأمة يشرب منه يعني الحوض يشرب منه إلا من ارتد وصار كافرا الذين زادتهم الملائكة عن الحوض ارتدوا وكفروا وليس بصحابة على الحقيقة وصار كافرا قال وقيل إن جميع الأمة من المؤمنين يأخذون كتبهم بأيمانهم ثم يعذب الله تعالى من شاء من عصاتهم وقيل إنما يأخذ بيمينه الناجون خاصة قال القاضي وهذا مثله قوله صلى الله عليه وسلم من ورد شرب هذا صريح في أن الواردين كلهم يشربون وإنما يمنعوا منه الذين يذادون ويمنعون الورود لارتدادهم لش نوع يا جماعة لارتدادهم هذا الكفار وليس بمؤمنين فضلا على أن يكونوا صحابة انظر إلى هذا العدنان الملحد أراد أن يطعن بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويصفهم بالردة ويأتي بهذه الحاديث وعرفنا معناها صحيح أولا ثانيا من تناقض هذا العدنان أنه ينكر جميع الحديث التي في البخاري والتي في مسلم ويكذبها ولكنه إذا وجد حديثا ظن أو زعم أنه يخدم بدعته وهواه وهو قد كذب في ذلك الظن يأتي بهذا الحديث ويصححه بهواه يقول هذا الحديث صحيح اتفق العلماء على صحته وينكر كل الحديث التي في البخاري ومسلم أليس هذا الرجل مجرم من المجرمين الكبار الذين يريدون أن يهدموا دين الإسلام والله هو من قادتهم ولكن للأسف الشديد يأتي سلمان بن فهد العودة ذلك الأخ المسلم الأجرب الأجرب المجرم الخبيث الثعلب الماكر يأتي ويمدح هذا الرجل ويقول هو عالم وهو 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 ويأتي أيضا طارق السهيدان والأخ المسلم الآخر الخبيث الذي قال يجوز الاعتراض على الإسلام ويجوز الاعتراض على الدين ويجوز الاعتراض حتى على الله ورسوله قال أنا ما عندي فيه مشكلة يأتي ويؤيت هذا العدنان إبراهيم لماذا؟ لأنه يتفق معه في الإلحاد وفي هدم الإسلام وفي هدم منهج النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه والله تعالى صية القحطان بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان